فيما يرتبط بالله عز وجل التسبيح هو التنزيه المطلق عن كل نقص وعن كل ما يشين أي شيء نقص قد يكون ما يشين مثلا احنا بالنسبة الينا الأكل حاجتنا إلى الطعام ليست شيئا مشينا ولكنه يعتبر نقصا ودليلا على الاحتياج إلى الطعام نحن ننزه الله ونسبحه عن هذا النقص أنت تجي تشيل مثلا هذا المسجد على ظهرك هذا في غير قدرتك فلو لم تستطع لا يقال عيب عليك هذا ومو مناسب منك أنه ما تشيل هذا المسجد على ظهرك طيب لا يعد نقصا فيك لأن مثلك لا يستطيعه لكنه بالتالي هو نقص هو عجز بالنسبة إلى الله عز وجل ننفي عنه وننزهه ونسبحه عن كل عجز نوم أنت عندما تتعب وتسهر وكذا وشي تغمض عينك وتنام أحيانا بغير اختيارك إذا ساهر لك مثلا يومين متتابعين مو بإرادتك لا هي عينك تمطبق أجفانها طيب هذا بالنسبة إليك ليس نقصا باعتبار أنك شنو مخلوق مو عيب عليك ولكنه بالنسبة للباري هو نقص لذلك نقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة غفوة ولا نوم مستمر ليش لأنه يعتبر شنو عجزا ونقصا تقول له تقدر تسهر ثلاثة أيام هذا شي استثنائي خمسة أيام عجرة أيام هذا يصير بعد في حكمي غير المعقول بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى أن يستولي عليه النوم سواء كان للحظة واحدة سنة أو النوم المستمر هذا يعتبر شنو نقصا وعجزا فنحن ماذا نصنع ننزهه عنه نسبحه عنه نبعد هذا الأمر عن الله عز وجل